بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم إن شاء الله النهاردة جايب لكم مجموعة من المعلومات عن الكوميسة تعالوا كده نشوفها مع بعض الكوميسة دي عبارة عن تجمع أقليمي اقتصادي بيدم دول شرق وجنوب أفريقيا يبقى زي ما احنا شايفين أهوة دي مجموعة الدول اللي بتشارك فيه الكوميسة موجودة في شرق وجنوب قرية إفريقيا هدفها طبعا هدف اقتصادي وتكتل اقتصادي مقرها لوساكا ودي عاصمة دولة زنبيا وزنبيا دي تعتبر دولة إيه؟ دولة حبيسة وإيه دولة زنبيا اللي فيها لوساكا عاصمة أو مقر الكوميسة طيب مساحة الكوميسة قد إيه؟ 12 مليون كيلو متر زي ما احنا شايفين أهوة بتشغل مساحة كبيرة حوالي 12 مليون كيلو متر يعني هي كده نقدر نقول قريبة من نص مساحة قارة إفريقيا أفريقيا كلها حوالي 30 و 13 مليون كيلو متر فهي 12 مليون منها دخلة ضمن الكوميسة بتعادل مساحة الاتحاد الأوروبي 3 مرات الاتحاد الأوروبي 4 و 12 مليون كيلو متر فالكوميسة قد الاتحاد الأوروبي 3 مرات أو نقدر نقول ان الاتحاد الأوروبي يمثل تلت مساحة الكوميسة فدي تعتبر ميزة بتميزها عن الاتحاد الأوروبي وهو المساحة الكبيرة تنتد الكوميسة من الشمال للجنوب مما يؤدي لتنوع المناخ بها وبالتالي تنوع في المحاصيل الزراعية زي ما انت شايف قدامك أهو امتداد الكوميسة جاي من الشمال إلى الجنوب وده طبعا ميزة كويسة جدا لأنه بيعمل على تنوع في الأقاليم المناخية يعني دوار العرض اللي تمر بيها كتيرة طبعا جدا يعني زيادة عدد دوار العرض ده هيؤدي لتنوع الأقاليم المناخية وبالتالي تنوع في الأقاليم النباتية طيب أقدر أقول حاجة كمان أقولك أن الدوار الرئيسية اللي بتمر بالكوميسة بتتمثل في مدار السرطان ودائرة الاستواء ومدار الجج يبقى الثلاث دوار الرئيسية موجودين أو بيمروا في تكتل الكوميسة طب ده بيفيدني في ايه ده ميزة بيمكن أن تحقق تكامل للدول المشاركة فيها غزائيا يعني الدول اللي بتشارك في الكوميسة ممكن أن هي تكمل بعضها من الناحية الغزائية من ناحية إنتاج المحاصيل الغزائية الدول اللي بتنتج محاصيل معتدلة واللي بتنتج محاصيل حرة ومحاصيل استوائية هيحصل بينهم تكامل غزائي فمش هنضطر ان احنا نستورد غزائنا من برا ودي ميزة برضو زي ما قلتلك بتميزها عن الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ما فيهش تنوع كبير في المناخ فمعظم الدول فيه بتستورد غزائها يعني المحاصيل مثلا الحرة ما بتقدرش تزرعها عندها لأن معظمها يعني محاصيلها معتدلة أو بردة فبتزرع فبتستورد المحاصيل الحرة من الخارج لكن الكوميسة هنا تقدر تعمل اكتفاء ذاتي من الغزاء بتشرف على بحرين البحر المتوسط والبحر الأحمر قادي البحر المتوسط هو في الشمال وقادي البحر الأحمر هنا في الشرق المعلومة اللي بعد كده مساحة الكوميسة الكبيرة قدت لوجود تنوع جيولوجي المساحة الكبيرة زي ما احنا عارفين بتعمل على وجود تنوع جيولوجي وبالتالي يبقى فيه تنوع في الموارد المعدنية وده هيفيدني فايدة كبيرة في الصنوع بيوجد بها أهم الأنهار الإفريقية نهر النيل ونهر الكنغو عدد سكانها 550 مليون نسمة وده رقم كبير وهنا بتتشابه مع الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان وهذا العدد الكبير من السكان هيوفر للكوميسة العمالة والسوق مصر تعتبر أكبر دولة فيها من حيث عدد السكان بيمثل سكان مصر بالنسبة للكوميسة 20% كسافة السكان في الاتحاد الأوروبي أعلى من كسافة السكان في الكوميسة طب ليه؟ لأن الاتحاد الأوروبي مساحته أصغر هم متسويين من حيث عدد السكان لكن في المساحة الاتحاد الأوروبي تلت مساحة الكوميسة زي ما قلنا فبالتالي الكسافة السكانية في الاتحاد الأوروبي هتكون أعلى من الكوميسا عدد الدول المشاركة في الكوميسا 21 دولة منهم 7 دول عربية و14 دولة إفريقية 7 دول عربية برضو مهم أن نحن نعرفهم تعال كده نشوفهم على الخريطة أدي مصر وليبيا وتونس والسودان والجيبوتي والصومال وجزر القمر ودي عبارة عن مجموعة جزر موجودة في المحيط الهندي دول 7 دول عربية اللي بتشارك في تكتل الكوميسا بالإضافة زي ما قلتلك لـ 14 دولة إفريقية بشاركت فيها من دول حوض النيل 9 دول يعني من الـ 21 دولة دول منهم 9 دول من الدول المشاركة في حوض النيل في دولتين من حوض النيل مش مشاركة في الكوميسا هي تنزانيا وجنوب السودان هنا جنوب السودان أهيت ودي الدولة تنزانيا فيها أربع دول جزرية يعني هي في تنوع من حيث الدول فيها في دول بحرية فيها دول حبيثة زي أسيوبيا مثلا وزي ما قلتلك كده زنبيا وزي جنوب السودان في دول جزرية زي مضغشكر وزي جزر القمر وموريشيوس وسيشل دي الدول الجزرية اللي فيها فيها دول مندمجة زيتا بروز وهي دولة الكونغو دولة مندمجة زيتا بروز هل يوجد فيها دول جيبية؟ لا ما فيهاش دول جيبية يعني دولة لسوتو دي مش تبع للكوميسا تمام لكن سوازيلاند دية الدولة دي اللي باللون الأخضر الغمئ دي تبع دولة أو تبع اتحاد الكوميسا فيه كمان عندنا فيها دول شريطية مستطيلة من الشمال للجنوب زي الصومال وإريتريا ومضغشكر وملوي يزيد من أهمية الكوميسا زي ما قلتلك أنها بتتحكم في ممرات ملاحية هامة منها قناية السويس أهداف الكوميسا هل الأهداف كلها اقتصادية؟ لا لما تيجي تقرأ الأهداف هتلاقي منها أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية يبقى مش كل أهدافها اقتصادية فقط مميزات التكتل بتتمتع بالاتصال الأرضي فيه اتصال أرضي بين دولها كمان فيه تنوع في مظاهر السطح وتنوع في الموارد وحجم سكاني كبير بيوفر لها العمالة والسوق طب إيه العيوب اللي مش متوفرة في هذا التكتل؟ التباين في المستوى التكنولوجي بين الدول يعني مش كلهم في مستوى علمي وتكنولوجي واحد فيه اختلاف كبير بينهم في المستوى العلمي والتكنولوجي وأعلىهم طبعا هي إيه؟ مصر عدم وجود قوة عسكرية تحمي التكتل ما فيهش حلف عسكري بيحمي هذا التكتل وبيحميه من منافس التكتلات الأخرى لذلك فهو معرض يعني للانهيار بسبب عدم وجود قوة تحميه اختلاف اللغات والديانات في دول مسلمة في دول اللي لها ديانات أخرى وطبعا دول عربية ودول غير عربية يبقى فيه اختلاف كبير في اللغات والديانات والنواحي الثقافية بين دول الكوميسة نكمل ونشوف مؤسسات الكوميسة عندنا أولى مؤسستها هي وكالة الاستثمار الإقليمية ودي مقرها مصر وهدفها جعل الكوميسة جاذبة للإستثمارات هي اسمها إيه وكالة الاستثمار يبقى عايزة الكوميسة تجذب الاستثمارات سواء كانت إقليمية أو حتى دولية يعني من القرة مثلا أو من خارق قرة إفريقيا ووظيفتها توضيح مجالات الاستثمار المتاحة في القطعات المختلفة يعني بتوضح للمستثمرين إيه هي مجالات الاستثمار اللي ممكن يستثمروا فيها رؤوس أموالهم سواء كان في الزراعة في الصناعة في التعديل في السرعة الحيوانية في السياحة إلى آخره المؤسسة الثانية هي مجلس أعمال الكوميسة وده هدفها دعم القطاع الخاص دي بقى بتهتمل بالقطاع الخاص في الدول الأعضاء ومصر عضو فيها المؤسسة الثالثة مفوضية المنافسة بالكوميسة مقرها ملوي ومصر عضو فيها ونحفظ المقرات دي مهم أن احنا نعرف مقر المفوضية فين مفوضية المنافسة مقرها فين في ملوي لكن وكالة الاستثمار الإقليمية مقرها في مصر طب الكوميسة كلها مقرها فين لوساكا عاصمة زنبيا طب نكمل كده ونشوف الميزان التجاري لصالح مصر الميزان التجاري بين مصر وبين الكوميسة بيكون لصالح مصر ليه؟ لأن مصر بتصدر لدول الكوميسة أكثر مما تستورد مصر بتصدر لدول الكوميسة بحوالي 3 مليار وبتستورد منهم بحوالي 0,5 مليار فإحنا هنا كده الميزان التجاري في صالحنا يعني بنكسب 2,5 مليار مصر أكثر دول الكوميسة من حيث الخبرات العلمية والفنية والتقدم التكنولوجي ولذلك فهي من أكثر المستفيدين من التكتل قلنا لما بيكون دولة متفوقة من ناحية التكنولوجية على باقي الدول بتستأثر بمزايا التكتل وده ظاهر عندنا بالنسبة لمصر بالنسبة لتكوين مراحل الكوميسة فالمرحلة التانية فيها اسمها مرحلة التجارة الحرة وده بتشبه المرحلة الأولى في تكوين الاتحاد الأوروبي اللي كان اسمها إزالة الحواجز الجمركية وبيتم فيها إزالة الحواجز بين الدول المشاركة في الكوميسة طيب ناخد المرحلة اللي بعد كده مرحلة السؤول المشتركة دي بتمثل المرحلة الرابعة في الكوميسة والتالتة في الاتحاد الأوروبي يعني هو فيه فرق في ترتيب المراحل بين الكوميسة وبين الاتحاد الأوروبي بيتم في مرحلة السوق المشتركة حرية انتقال العمالة والسلع ورأس المال بين الدول بالإضافة لحق التملك والإقامة لمواطن الدول الأعضاء آخر مرحلة في الكوميسة هي مرحلة الوحدة الاقتصادية ودي بيتم فيها توحيد السياسة النقدية والمالية وإصدار عملة مشتركة ولكن حتى الآن لم تصل الكوميسة إلى هذه المرحلة أو إلى تحقق هذه المرحلة يعني لسه ما بقالهاش عملة مشتركة زي ما حصل في الاتحاد الأوروبي وبقاليهم عملة مشتركة وهي اليورو يمكن للكوميسة أن تقوم بدور في حل النزاع بين مصر وأسيوبيا في مشكلة دلوقتي بين مصر وأسيوبيا هي مشكلة سد النهضة فهل الكوميسة تقدر تحلها؟ من الممكن أن الكوميسة تتدخل في هذه المشكلة وتقوم بحلها ليه؟ لأن من أهدافها التعاون لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار للدول الأعضاء ومصر وأسيوبيا اللي اتنين عضوا فيها فلو المشكلة زادت هيحصل بينهم ممكن تحصل بينهم مثلاً سراع مسلح فالكوميسة ممكن أن هي تقوم بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع ووضع حلول سلمية ليه للحفاظ على الأمن والسلم للدول الأعضاء تتشبه الكوميسة مع مجلس التعاون لدول الخليج ده من حيث ايه؟ من حيث تاريخ الإنشاء لأنه تم إنشاؤهم سنة 1981 ناخد مع بعض هنا دلوقتي مجموعة من المعلومات عن التكتلات الاقتصادية من الخريطة اللي قدامنا الخريطة بتوضح لنا التكتلات الاقتصادية في العالم زي ما احنا شايفين من الخريطة إن التكتلات الاقتصادية موجودة في كل قرات العالم سواء كان عالم قديم أسيا وأفريقيا وأوروبا أو عالم جديد أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا طيب المعلومة التانية إن القارتين اللي التكتل الاقتصادي بيغطيهم بالكامل هي قارة أمريكا الشمالية وقارة أستراليا أمريكا الشمالية التكتل فيها اسمه النفاتة أو منطقة التجارة الحرة وأستراليا طبعا للأبك وده تكتل موجود في قرية أسيا أقل القرات من حيث التكتل الاقتصادي هي أمريكا الجنوبية يعني هنا بس الجزء دوت اللي هو بيضم بيرو وشيلي طيب إيه كمان عندنا التكتل الاقتصادي اللي موجود في قرات العالم القديم والجديد هو الأبك زي ما انت شاف أهو موجود في قرية أسيا ودي عالم قديم موجود في أستراليا وموجود في أمريكا الجنوبية ودول عالم جديد معظم التكتلات الاقتصادية موجودة فين؟ موجودة في العالم القديم يعني هنا أبك في أسيا عالم قديم والاتحاد الأوروبي في أوروبا عالم قديم أيضا وأفريقيا فيها الكوميستا وفيها التحاد دول المغرب العربي فبرضو كل ده عالم إيه قديم يعني اللي هو التكتل الوحيد اللي موجود في قرات عالم جديد فقط هو النافيتا منطقة التجارة الحرة لقرية أمريكا الشمالية لكن أبك زي ما قلتلك بيشمل اللي اتنين قديم وجديد طب بالنسبة للتكتلات العربية اتنين اتحاد المغرب العربي اللي هو ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومروتانيا طبعا هي ليبيا هي هنا جاية باللونين ليه لأن لون مختلف عن ده ليه لأن هي منضمة للكوميستا ومنضمة لاتحاد المغرب العربي وتونس أيضا بس تونس يعني تعتبر آخر دولة منضمة للكوميستا هي والصومال سنة 2018 يمكن هي مش معمولة بنفس اللون زي ليبيا لأن الخريطة دي قديمة شوية طيب هنا برضو التحاد العربي أو التحاد دول الخليج العربي بيعتبر من التكتلات العربية يبقى أنا عندي تكتلين عربيين تحاد دول الخليج والتحاد دول المغرب العربي طيب بالنسبة لمصر ايه التكتل الاقتصادي اللي هي مشاركة فيه من كل ده الكوميستا فقط مصر بتشارك في تكتل الكوميستا اللي هو بتضم شرق وجنوب أفريقيا تمام كده طيب تعالوا نكمل كده مع بعض ونشوف هنا برضو في معلومات ايه المعلومات اللي احنا قلناها يوجد في أفريقيا نموزاجين من التكتلات الاقتصادية هما الكوميستا ودي أكبرهم والتحاد دول المغرب العربي بتشارك ليبيا وتونس في التكتلين التكتل الاقتصادي اللي يزي تشارك فيه مصر هو الكوميستا يوجد بأسيا تكتلين هما الأبك ومجلس التعاون لدول الخليج معظم التكتلات الاقتصادية توجد في فجرات العالم القديم أمريكا الشمالية فيها تكتل واحد هو النفاتا والتكتلات الاقتصادية العربية تتمثل في مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتحاد دول المغرب العربي طيب بالنسبة بقى للوطن العربي هل فيه تكتل اقتصادي بيدم كل دول الوطن العربي مع بعض لا طب هل ممكن ان الوطن العربي يعمل تكتل اقتصادي يجمع كل الدول للاثنين وعشرين دولة عربية ايوه ينفع وده لان مقاومات التكتلات الاقتصادية بتتوفر في الوطن العربي معظمها يبقى يتمتع الوطن العربي بتوفر مقاومات قيام التكتلات الاقتصادية طيب زي ايه فيه اتصال ارضي بين كل دول الوطن العربي زي ما انت شايف اهوت دول الوطن العربي دي كلها فيه بينهم ايه اتصال ارضي يعني حتى الفاصل البسيط اللي بينهم والبحر الاحمر يعني مش بيعتبر فاصل كبير اوي بينهم يعني ممكن برضو ايه يتم التغلب عليه طيب ايه كمان فيه عندنا حجم كبير للسكان ده هيوفر للتكتل العربي السوق والعمالة فيه تقارب في المستوى التكنولوجي بين الدول العربية فيه تشابه في الخصائص الثقافية في اللغة والدين والعادات والتقاليد ودي حاجة كويسة تساعد في نجاح التكتل فيه تنوع في الموارد الاقتصادية الوطن العربي عنده موارد معدنية عنده مصادر طاقة عنده زراعة عصر وحيوانية يعني عنده موارد كتير وتنوع كتير في الموارد الاقتصادية فده هيشجع على نجاح التكتل وعلى استمراره وهكذا في توفر في عناصر الانتاج سواء عمالة سواء رأس مال طيب ايه هي العناصر اللي ممكن تكون مش متوفرة في الوطن العربي من مقاومات التكتل الاقتصادي عدم موجود بنية تحتية الوطن العربي بيفتكر لشبكة من الطرق والمواصلات اللي بتربط كل اجزاءه ببعض ودي طبعا حاجة مهمة واحنا قلنا ان البنية التحتية تعتبر هي شريان التكتل الاقتصادي فلازم طبعا تكون موجودة ممكن نقول كمان عدم موجود مقاوم عسكري يعني مفيش حلف مثلا عسكري بيدوم الدول العربية مع بعض فيحمي التكتل الاقتصادي لو حصل وقام تكتل الاقتصادي عربي كده اتعرفنا على درس الكوميسة او اهم معلومات درس الكوميسة وبعد المعلومات من التكتلات الاقتصادية ياربكم استفدتم منها ان شاء الله شوفكم على خير في حلقة جديدة انتظروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة